وينضم إلينا من أثينا عبر سكايب سيد شادي الأيوبي الكاتب والبحث والسياسي سيد شادي في ظل تعنت التركي والتعنت اليوناني والرفض اليوناني هل يمكن أن يتوصل الطرفان في وقت قريب إلى خفض التصعيد والتوتر في شرق المتوسط؟ تقيقة بدون تدخل دولي بدون تدخل من ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أو بدون تدخل من حلف ناتو ليس هناك الآن أي إمكانية لتهديئ لا نتحدث عن الدخول في المفاوضات ولكن ليس هناك حتى إمكانية الكلام عن تخفيض هذا التوتر الحادث كل يوم لأننا كل يوم نشهد مناورات جديدة كل يوم نشهد تصريحات جديدة كل يوم نشهد اشتراطات جديدة من الطرفين في المبادرة التي يتحدث عنها الأمين العام من حلف ناتو أعتقد أنها ستكون ربما عملية في حال تم تبسيط الدخول إليها وتم الموافق عليها وإذا كانت كذلك بالتنسيق مع ألمانيا التي تقوم بدور أساسي في تخفيض التوتر في هذه الأزمة الآن نحن ننتقل من عدوانية تقوم بها أو من تحدي ربما تقوم به هذه الحكومة ضد الحكومة الأخرى الآن ننتقل إلى مشاعر شعبية معادية بين الطرفين اليوم كان هناك استطلاع يرى أن حوالي 49% من اليونانيين يريد من الدولة اليونانية من الحكومة اليونانية أن تجيب على ما سموها الاستفزازات التركية بوسائل عسكرية نحن الآن ننتقل إلى شعوب ترحب بالصدام فيما بينها أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة ومرحلة في غاية السوق بعد هذه الأزمة التي استمرت الآن يعني تعادل الآن أطول أزمة زمانيا بين البلدين اليونان تشرت انسحاب السفن التركية لخوض المحادثات هل يمكن تحقيق ذلك عمليا سيد شادي؟ لو ممكن إعادة سأل لو سمحتني ما سمعت اليونان تشترط انسحاب السفن التركية لخوض المحادثات أو لبدء المحادثات هل يمكن عمليا تحقيق ذلك؟ اليونان نعم اليونان تقول نحن نريد الحوار ولكن دون أن تكون هناك سفينة واحدة في المياه الإقليمية التي تقول اليونان أنها تدفعها طبعا الآن رسمت بعضها بشكل رسمي بينها وبين مصر تقول في هذه المياه التي تقول أنها تابعة لها لا يجب أن لا تكون هناك سفينة واحدة لا عسكرية ولا سفينة تنقيب تركية تشترط لذلك وتقول وكما رأينا اليونان رفضت حتى لم تعترف حتى بالمبادرة التي أراد أن يقوم بها أمين عام حلف ناتو للبدء بمجرد حوار تقني على صعيد تمهيدي هذا حوار تمهيدي ما كان حوار سوف يؤدي إلى نتائج مذهلة لكنه كان حوار تمهيدي مسائل تقنية فقط اليونان تريد قبل أي شيء تشترط أن تنسحب السفن التركية من مياهها الوطنية نعم شكرا جزيلا لك عبر سكايب كنت معنا السيد شادي الأيوبي الكاتب والمحلل والسياسي ترجمة نانسي قنقر